السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبي طلاب الصف السادس أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقتنا على قناتكم ستاب النهاردة يا حلوين أول حلقة في حلقات سلسلة المراجعة وطبعا عارفين أننا خلاص داخلين على الامتحانات فلازم نجتهد ونشد حلنا على قد ما نقدر علشان زي ما تعودنا نجيب الدرجة النهائية وما نقلش عنها وطبعا زي ما انتوا عارفين أننا علشان نستعد للامتحان كويس لازم نحل تستاد اختبارات يعني كتيرة جدا فيلا بينا يا حلوين نحل مع بعض أول تست ونشوف اللي امتحان شكله عامل ازاي طبعا احنا عارفين من الترم الأول شكل اللي امتحان عامل ازاي السؤال الأول فيه بيبقى سؤال listen and circle the correct answer from A, B, C or D يعني اقرأ واختاري الإجابة الصحيحة من الاختيرات اللي هو جايبها لي اللي هي A أو B أو C أو D طبعا زي ما قلتلكم من الترم اللي فات وقت ما كنا بنراجع اننا لازم الأول نقرأ الأسئلة الخاصة بالlistening قبل ما نسمع listening أو قبل ما نسمع نص الاستماع من التيتشر تمام؟ لازم نقرأ كويس قبل ما نسمع من المدرس ليه؟ علشان لما المدرس يجي يقول لي نص الاستماع أبقى أنا عارف أركز على إيه؟ ما بقاش تاية يعني لازم أعمل إيه؟ أرى الأسئلة كويس ولما يجي التيتشر أسمع منه نص الاستماع فابقى عارف الإجابة أسرع أول حاجة بيقول لي إيه listen and circle يعني اسمع وحط دايرة على correct word على correct answer يعني على الإجابة الصحيحة from A, B, C or D من الأربع اختيرات دول A أو B أو C أو D أول حاجة number one بيقول لي there are over يعني يوجد أكتر من 450 450 space of birds in Egypt ويجاب للاختيرات houses ولا offices ولا glasses ولا species طبعا النقط دي حلوين النقط ما كان حاجة فضية الحاجة دي أنا هسمعها من المدرس هيجي يقول هالي تمام؟ بصبع مش هيقول لي الإجابة هيقول لي نص الاستماع وأنا هستخرج الإجابة من نص الاستماع زي ما خدنا في الترم الأول بالظبط number two people come from all over the world on space to see birds يعني الناس بتيجي من كل أنحاء العالم في إيه بقى علشان تشوف ال birds علشان تشوف الطيور houses ولا water ولا oasis ولا vacations طبعا هنسمع ونعرف الإجابة number three seawe oasis طبعا seawe oasis اللي هي إيه واحد سيwe is a fantastic place to see many space water birds يا طرق jumping ولا migrating ولا walking ولا swimming number four space is an important habitat the red sea sinai seawe oasis ancient Egypt فيلا بينا يا حلمين بعد ما قرنا الأسئلة وترجمناها هنروح للليسنينج لنص الاستماع أنا طبعا مش هترجم نص الاستماع كفاية بس أن أنا ترجمت الأسئلة يعني المفروض ما كنتش لا ترجمت الأسئلة ولا نص الاستماع لأن كل الحاجات دي طبعا عدت علينا في المنهج هنا بيقول لي إيه نسمع نسمعي حلوين there are over 450 species of birds in Egypt and people come from all over the world on vacations to see them for example seawe oasis is a fantastic place to see many migrating water birds seawe oasis is an important habitat and people must protect it يبقى كده حلوين كل الأسئلة دي إجابتها لسه سمعينها دلوقتي يبقى there are over 450 ايه يا ترى of birds in Egypt طبعا برافو عليكم species يعني ايه species يعني فصائل طيب السؤال الثاني people come from all over the world on space to see birds يعني الناس بتيجي من كل أنحاء العالم on ايه بقى on سمعناها bravo سمعناها في listening vacations vacations اللي هي الأجازات الناس بتيجي في الأجازات علشان تشوفوا الطيور seawe oasis is a fantastic place to see many space water birds طبعا هما بيشوفوا ايه jumping ولا migrating ولا walking ولا swimming طبعا بيشوفوا الطيور المهاجرة اللي هي migrating birds space is an important habitat هي ايه اللي بيئة مهمة يا ترى the red sea ممكن طبعا ال red sea اعتبرها بيئة وممكن سايناي برضو اعتبرها بيئة ولكن احنا سمعنا مين سمعنا سيوى oasis يبقى هنختار اللي احنا سمعناه اللي هو سيوى oasis سؤال listening سؤال سهل وبسيط جدا كل ما علي ان انا محتاج اركز في listening طب هركز في listening ازاي اقرأ الاسئلة كويس قبل ما اسمع ناصة الاستماع اسمع ناصة الاستماع ابقى خلاص عارف الاجابات ايه السؤال اللي بعد كده هو سؤال اللي تشوز يا حلوين سؤال اللي تشوز سؤال الاختياري برضو بيجيب لي ايه بيجيب لي جملة نقص منها كلمة وفيه اربع اختيرات فانا بختار الاجابة الصحيحة طبعا سؤال عد علينا كتير واساسي في كل امتحان number one بيقول لي space is seeds from plants used to make flower يعني ايه هي بزور من نباتات بنستخدمها علشان نعمل ايه علشان نعمل دقيق او نصنع دقيق هي ايه ترى wisdom ولا grain ولا climate ولا trash طبعا هي ايه حلوين هي grain grain اللي هي الحبوب او الغلال اللي احنا بنطحنها مثلا وليكن الامح مثلا الامح ده grain احنا بنستخدمه علشان نعمل ايه علشان نعمل flower علشان نعمل دقيق فيبقى الاجابة grain number two they go on they go on space in the desert طب يعني ايه desert يعني صحرة طب الصحرة احنا بنعمل فيها ايه بقى water ولا سفاري ولا boats ولا diving سمع حد شاطر بيقول لي سفاري bravo هي الاجابة سفاري اللي هي ايه حلوين اللي هي رحلات السفاري number three we can space food together احنا نقدر نعمل ايه للاكل مع بعض i have a lot of sandwiches for us عندي صندوشات كتير لنا يبقى share ولا buy ولا plant ولا catch bravo عليكم share share يعني يتشارك number four there were there were كان فيه ايه pets and statues of animals in the tombs كان فيه ايه ترى الحيوانات الاليفة والتمثيل بتاعت الحيوانات دي كانت كان شكلها عامل ازاي لما لقيناها في التومس لما لقيناها في المقابر mummified busy dangerous noisy طبعا محنطة bravo اللي هي mummified السؤال اللي بعد كده يا حلوين سؤال تكملة النص بالكلمات اللي موجودة في الباكس read and complete the text with the words in the box اول حاجة نقرأ الاختيارات اللي موجودة عندي فوق في الباكس ونترجمها بعد ما نترجمها هننزل نقرأ النص وبعد كده هنبدأ نحل يعني ما نحلش يعني ما نقراش السطر كده ونيجي نقول لا هو ده الاختيار فنيجي نختار كده لا لازم اقرأ النص كله وشوف الفكرة الاساسية بتاعت النص ايه وبعد ما شوف الفكرة الاساسية بتاعت النص يعني ايه الفكرة الاساسية يعني النص ده او الكلام ده الparagraph ده بيتكلم عن إيه هنا بيقول لي كلمة artifacts هنبدأ نترجم الكلمات اللي في البوكس artifacts اللي هي التحافة الأسرية طيب kept دي الماضي من keep grain لسه أيلينها دلوقتي اللي هي الحبوب أو الغلال يعني الغلة اللي هي الأمح يعني fits حيونات أليفة adored الماضي من adored طب يعني تعالوا نفتكر مع بعض يعني إيه adore adore يمس مساوية لlove ومساوية like بس هي أعلى منهم درجة فهي يعشق فadored يعني عاشقوا تمام؟ هنا بيقول لي the ancient Egyptians المصريين والقدماء loved أحبوا animals اللي هي إيه الحيوانات and kept many وإحتفظوا يعني احتفظوا يعني خلوهم في البيت عندهم ربوهم يعني as pets كحيوانات أليفة زي ما احنا بنعمل دلوقتي they particularly يعني هما بصفة خاصة عملوا إيه للكاتس الله أعلم نكمل بقى علشان نعرف and there was a cat كان في قطة in almost every house كان في قطة في كل بيت يعني تقريبا في كل البيوت في قطة the ancient Egyptians believed that اعتقدوا أو كانوا مسدقين that cats looked after them and space them safe يعني كانوا معتقدين أن الأطد بتحميهم وبتعتني بيهم they were also good space because they cleaned themselves يعني كانوا بينظفوا نفسهم and kept the houses وكانوا بيحفظوا على البيوت free of bests خالية من الآفات الضرة like زي إيه بقى زي rats and snakes يعني الكاتس القطة كانت بتخلصهم من الفران وبتخلصهم من التعبين this was particularly important الموضوع ده بشكل خاص كان مهم بالنسبة لمن مهم بالنسبة للfarmers this was particularly important for farmers who produced a lot of إيه يعني بينتجوا العديد من إيه الكثير من إيه بقى the rats didn't eat the grain because the cats ate the rats يبقى الفران ما كانتش قادرة تاكل المحصول أو الحبوب بتاعت الفلاحين علشان القطة كانت بتاكل the rats أو الفران دي فأول حاجة حلوين هنحلها مع بعض اللي هي الأولى the ancient Egyptians loved animals كانوا بيحبوا الحيونات and kept many as pets they particularly space cats يبقى نختار adored نختار إيه adored يعني هما بشكل خاص كانوا بيعشقوا القطة يبقى نقول إيه adored cats نكمل and there was a cat in almost every house the ancient Egyptians believed that cats looked after them and space them and إيه حلوين and kept them kept them يعني برضو بتحميهم وتحفظهم بيقول لي kept them وكبت them safe يا حلوين معناها إنها كانت بتخليهم فأمان they were also good إيه because they clean themselves يبقى هما good pets يعني حيوانات أليفة مالها good كويسة علشان هما بينظفوا نفسهم بنفسهم وكمان kept the houses free of pests like rats and snakes بعد كده بيقول لي this was particularly important for farmers الموضوع ده كان مهم للفارمرز زي ما قلنا who produced اللي بينتجوا a lot of a lot of bravo a lot of grain a lot of grain يعني الكثير من grain الكثير من الحبوب وزي ما قلنا إن الراتس ما كانتش بتاكل الحبوب دي علشان أصلا الكاتس كانوا بيكلوا الراتس دي بعد كده يا حلوين هنروح لسؤال passage سؤال الفقرة بتاعة قطعة الفعم هنا بيقول لي read the text اقرأ النص and answer the questions وأجب على الأسئلة أول حاجة زي ما قلنا برضو هنقرأ الأسئلة وبعد كده نرجع نقرأ النص عادي جدا choose the correct answer from A, B, C or D خطري الإجابة الصحيحة number one بيقول لي the general idea of the text is about الفكرة الأساسية للنص عن يعني ممكن يقول لي إيه الموضوع الأساسي الخاص بالنص يعني النص بيتكلم عن إيه أو اللي انت قريته ده كان بيتكلم عن إيه وبيجيب لي اختيارات وبعد كده بيسألني سؤال تاني من عينة إن هو بيحط خط تحت كلمة وبيقول لي الكلمة دي معناها إيه أو بتشير إلى إيه لو كانت ضمير تمام بعد كده هيجيب لي سؤال تاني تحت answer to the following سؤال summarize يعني هنلخص هنلخص الparagraph الأولاني هنلخص الparagraph التاني أو ممكن نلخص الفقرة كلها وهكذا فكل ده هنتعلمه مع بعض يا حلوين ولكن نقرأ الأسئلة علشان نعرف ترجمتها وزي ما قلنا نشوف إحنا لما نيجي نقرأ هنركز على إيه يبقى زي ما قلنا أول سؤال كان الفكرة الأساسية للنص إيه فبيقول لي يا طر الفكرة دي بتتكلم عن الفيديو جيمز ولا الفود ولا البورد جيمز ولا البلدينج الفيديو جيمز طبعا اللي هي ألعاب الفيديو فود الطعام بورد جيمز اللي هي الألعاب اللوحية بلدينج المبنى اللي هي المباني يعني والإنشاءات وهكذا طيب فيه في النص كلمة فان وحاطت تحتها خط جاي يسألني عليها هنا بيقول لي كلمة فان مينز معناها إيه بقى usual ولا special ولا boring ولا interesting number three هادي's favorite فيديو جيم are ones where you build space فيك اللعبة اللي بيحبها هادي أو لعبة الفيديو جيم اللي بيحبها هادي دي إحنا بنعمل فيها ايه؟ بنبني فيها ايه؟ planes ولا setters ولا puzzles ولا consoles طبعا عندها نعرفه لما نقرأ بعد كده سؤال answer the following أجيب على الأسئلة ده نوعين النوع الأول ممكن يقول لي summarize والنوع الثاني إن هو يسأل بwh أداة استفهام بwh أول حاجة summarize the first paragraph in one sentence لخص الparagraph الأولاني أو الفقرة الأولانية في جملة واحدة بس number five when can video games be a problem إمتى الفيديو جيم اللي هي ألعاب الفيديو تبقى مشكلة بالنسبة لنا طبعا هنعرف كل ده لما نقرأ النص تعالوا نقرأ النص هنا بيقول لي my name is Hady اسمي Hady I love playing all kinds of games يعني بحب ألعب كل أنواع الألعاب I play games outside with my friends أنا بلعب ألعاب برا يعني برا البيت مع أصدقائي في الخارج يعني في الparcs مثلا في الحضائق at school في المدرسة في المدرسة we play hop scotch بنلعب الحجلة and board games الألعاب اللوحية I also enjoy أنا كمان بستمتع بالألعاب اللوحية اللي هي playing board games with my sister مع أختي although she often beats me اللي غالبا بتهزمني يعني هو بيحب اللعبة مع أخته مع إنها غالبا بتهزمه my favorite games الألعاب المفضلة بالنسبة لي إيه بقى are video games ألعاب الفيديو I don't play them very often ما بلعبهمش كتير يعني though I play for about an hour on the weekend بلعب ساعة واحدة بس في الweekend it's fun يعني اللعبة ده fun يعني حاجة ممتعة my favorite games are ones where you build cities يبقى دي إجابة للسؤال إحنا قريناها من شوي نركز يا حلوين I have made أنا عملت a really big city مدينة كبيرة using different bricks باستخدام أوالب مختلفة bricks اللي هو الطوب يعني الطوب مختلف it has animals فيها حيوانات and plants in it too فيها حيوانات وفيها نباتات أيضا I like these games أنا بحب الألعاب دي because you can be creative بتخليك مبتكر أو مبدع and make something new وبتعمل حاجة جديدة video games can be a problem video games كان بتبقى مشكلة هنا كان بيقول لي إمتى الفيديو جيمز بتبقى مشكلة هنا بيقول لي video games can be a problem ممكن تكون مشكلة when you play them too much لما بتلعبهم كتير however مع ذلك I think they can be great ممكن يبقوا حاجة رائعة when you do something that is very creative لما تعمل حاجة فيها إبداع or exciting أو مثيرة you can often play with your friends too إنت كمان تقدر تلعب مع أصدقائك في video games في ألعاب الفيديو اللي بنلعبها على النت يبقى هنا لما نيجي نجاوب هنقدر نجاوب على الأسئلة بمنتهى السهولة general idea الفكرة الأسئلة للنص is about إيه يا حلوين is about excellent video games طبعا مش محتاجة طيب the underlined word fun means كلمة fun معناها إيه طبعا هو مش جايب لي المعنى في القطعة ولكن أنا هبقى عارف المعنى من خلال معرفتي بالكلمات أو من خلال فهمي للقطعة فكلمة fun كان معناها إيه كان معناها interesting يعني شيق how this favorite video game are ones where you build الألعاب المفضلة لفادي الهادي اللي هي ألعاب الفيديو اللي كان بفضلها هي الألعاب اللي احنا بنبني فيها إيه حلوين bravo بنبني فيها status بنبني فيها model بعد كده بالنسبة لسؤال summarize سؤال التلخيص يا ترى أنا هعمل إيه في سؤال التلخيص ده هو قال لي لخص الفقرة الأولى طب تعالوا نشوف مع بعض الفقرة الأولى كانت بتتكلم عن إيه الفقرة الأولى فادي هادي مش عارفة بقول عليه ليه كل الألعاب وإن هو بيلعب مع صحابه وفي المدرسة بيلعب hop scotch وبيلعب board games وهكذا وبعد كده بيتكلم عن أخته وبيقول إن أخته بتهزمه فإحنا هنقول الكلام ده ولكن بشكل مختصر يعني هنقول إيه مثلا هنقول I am هادي أنا اسمي هادي I love playing outside games بحب ألعب ألعاب خارجية زي الhop scotch مع أصدقائي I also play board games with my sister يبقى إحنا كده لقصنا الفقرة الأولى عرفنا هادي قلنا إن هو بيلعب ألعاب في الخارج زي الhop scotch مع أصدقائه وقلنا إن هو بيلعب board games وبيلعب board games دي مع أخته طيب إمتى الفيديو جيمز تبقى problem لما إحنا بنستخدمها too much يبقى هنقول when we play them too much لما بنلعبهم بشكل كبير أو بشكل مبالغ فيه كل الحكاية حلوين علشان نحل السؤال ده صح إننا لازم نقرأ الأسئلة كويس وبعد ما نقرأ الأسئلة نقرأ النص ونرجع نجاوب الأسئلة تاني فيه وقت يسمح إننا نتأكد من إجابتنا بعد ما جاوبنا نتأكد عادي جدا بعد كده هنروح لسؤال put the words in order اللي هو سؤال الترتيب أول حاجة عندي enjoy's وعندي really وإيمان وmarbles وplaying أول حاجة عندي إيمان هي الفاعل بعدها هنجيب إيه هنجيب الفعل طب أنا هنا عندي فاعلين عندي enjoy's وعندي playing طبعا لازم نبقى عارفين إني enjoy's فيها s علشان جاية بعد مين جاية بعد إيمان اللي هي الفاعل المفرد طب بعد enjoy بجيب إيه بجيب الفاعل ومضاف له يبقى هقول إيمان إيمان really enjoys إيمان really enjoys يعني إيمان حقا بتستمتع بإيه بقى playing marbles بلعب البل تمام بعد كده عندي go fast quiet on ruler plates ruler plates اللي هو إيه اللي هو حزاء التزلج we can you تمام يبقى هنا هنقول إيه هنبدأ you you can go quite fast on ruler plates يعني أنت تقدر تمشي إلى حد ما سريع على ruler plates you can go quite fast on ruler plates بعد كده number three ده طبعا في شكل سؤال ترتيب سؤال فترتيب السؤال بيبقى سهل جدا لأننا بنبقى عارفين شكل السؤال بيبقى عامل إزاي خاصة لو كان سؤال بادئ بفعل مساعد عندي you we on the week and we do grandma visit you هقول إيه بقى هقول do هقول إيه do وبعد كده you visit يبقى إيه الأول أداة استفهام بعد كده فاعل بعد كده فاعل فاعل في المصدر طبعا أداة الاستفهام اللي هي الفاعل المساعد do وبعدين الفاعل you وبعدين visit اللي هو الفعل في المصدر بعد كده هنكمل طبعا your grandma on the weekend يعني هل بتزور جدتك في الweekend يبقى هقول مرة تانية يا حلوين لما يبقى عندي سؤال بفعل مساعد بعمل إيه تجيب الفعل المساعد في الأول وده طبعا بيبقى معناه هل وبعدين الفاعل هيبقى موجود عندي فاعل شخص يعني أو ضمير فاعل نيابة عن الشخص ده فأنا برضو هحط ضمير الفاعل بعد الفعل المساعد وبعدين الفعل في المصدر وبعد كده هنكمل الجملة عادي جدا السؤال اللي بعد كده سؤال read and write the correct form of the words between breaks ده طبعا سؤال تصحيح الخطأ هنا بيقول لي number one if we space not leave now we won't catch the bus طبعا احنا عارفين انه F معناها اذا او لو اذا او لو طيب الحالة الاولى ال-F F plus present simple F plus مضارع بسيط هيددينا ايه هيددينا will والمصدر وفي حالة اننا هننفي هنستخدم don't مع I والwe والthey والyou و doesn't مع مين مع he والshe والat والwill نفيها و won't طب انا هنا بفكركم بالقعدة بس تحل السؤال ده هنحله ازاي هنا اول حاجة جايب لي not معنى ان هو جايب لي not ان هو عايز الفعل المساعد منفي يبقى احنا كده هنجيب الفعل المساعد الخاص بالمضارع البسيط مع we منفي اللي هو مين اصلا مين فعل المساعد بييجي مع we بييجي معها do و do هنا عايزها منفية اللي هي do not اللي هي don't يبقى if we don't leave as او i here homework at six انا هنا عندي finished ويجايب لي do وبيقول لي ان دو غلط انا عارف ان دو بيجي مع كلمة homework يبقى هي صح do homework صح لكن لما بص قدام الاقي finished فانا عارف انه finished بيجي بعدها فعل مضاف له ايه فعل مضاف له ing فكده مش هتبقى do هتبقى doing she finished doing her homework at six يبقى هنكتب الاختيار هنكتب الاجابة الاولى don't leave والاجابة التانية ايه حلوين doing she finished doing بعد كده سؤال punctuation هنبص على السؤال هنلاقي ان هو ايه هنلاقي ان هو بادئ بكلمة استفهام فكده هو سؤال يبقى هنعرف اننا هنحط في الاخر question mark هنبص على اول حاجة هنلاقي ان ال w capital طب ايه يا ترى ال small ال small عندي t في تامر احنا قلنا الاسماء بنعمل لها ايه الاسماء بتبقى او في وسط الجملة عادي جدا يبقى t بتاع التامر وبعد كده question mark علشان هو بيقول لي who did تامر want to help بعد كده هنروح للسؤال الاخير وهو سؤال الparagraph فهنا بيقول لي write a paragraph october graph of فقرة يعني من خمسين كلمة باستخدام guiding elements دي ايه ال guiding elements دي كلمة polite مؤدب وكلمة community مجتمع طب ايه اصلا عنوان الparagraph بيقول لي ways to be a good citizen طرق علشان تكون good citizen يعني مواطن صالح يعني ايه مواطن صالح يعني بني ادم كويس في المجتمع تعالوا نقول ازاي نكون بني ادمين كويسين في المجتمع او good citizens طبعا هنستخدم ايه هنستخدم شاد وهنستخدم شاد to be a good citizen علشان تكون بني ادم او مواطن صالح يريتي حلوين طبعا النوتبوك ونكتب الparagraph عشان يبقى الموضوع سهل علينا في المذاكرة to be a good citizen علشان تكون مواطن كويس you should be polite you should be polite يعني لازم تكون مؤدب and kind too kind too يعني طيب مع او كويس مع your neighbors مع جيرونك ايه كمان you should respect others لازم تحترم الاخرين ايه كمان help sick people ممكن اقول help على طول وممكن اقول you should help sick people and help the community يبقى تساعد الناس المريضة وكمان تساعد المجتمع also you should protect the environment لازم تحمل بيئة تعمل ايه بقى reduce waste نقلل النفايات and don't use plastic bags and bottles وما استخدمش ايه وما استخدمش الشنط البلاستيك والازازة البلاستيك ما استخدمهاش استخدم حاجة ايه استخدم حاجة مفيدة زي مثلا زي مثلا الازازة الازاز واخر جملة هاختم بيها اقول له ايه let's all be god citizens يعني يلا كلنا نبقى مواطنين صالحين يبقى لو عايزة بقى god citizen في حاجات معينة هعملها الحاجات دي هستخدم لها ايه هستخدم لها short يعني زي ايه للسائلين you should be polite لازم تبقى مؤدب kind to your neighbors طيب مع جرانا respect others بتحترم الاخرين help sick people help the environment protect the environment وهكذا كل دي حاجات ممكن اكتبها في موضوع زي how to be a god citizen a ways to be a god citizen وكده حلوين نكون انتهينا من التست الاول اتمنى انكم تكونوا استفدتم ونتقابلوا قريب جدا باذن الله في التست التاني استنونا وذكروا كويس مع السلامة اشتركوا في القناة